طبعا بنبارك لمصر كلها ووزارة الشباب والرياضة وبنبارك كمان لاتحاد الجنباز على فوز علي زهران ونانسي طمان بذهبيت كأس العالم للجنباز نتيجة مشرفة وشفنا حتى مع علي رئيس الوزراء بيبارك لهم على صفحة رسمية لرئاسة الوزراء طوج علي زهران ونانسي طمان لعبي منتخب مصر للجنباز الفني بذهبيتان في بطولة كأس العالم للجنباز اللي بتتلاقي في القائرة من الفترة من 3 إلى 7 يونيو اللي احنا فيه علي زهران كسب المديلة الدهب في منافسات جهاز الحلق بعد تفوقه على أبطال أذربرجان وأوكرانيا نانسي كسبة المديلة الدهبية في منافسات جهاز حصان القفز بعد ما تفوقت على بطلات المجر واللجوم في المركزين الثالث والثاني أو الثاني والثالث البطلة شهدت مشاركة 300 لعب ولعبة من 16 دولة رقم كبير رقم يعني مخيف وحضرها الياباني موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للجنباز واللي أشهده طبعا بالتنظيم وأشهده بأداء اللاعبين ألف مليون مبروك لعلي زهران ونانسي طمان أكيد لما عالم مصر بترفع على منصة تتويج دي حاجة بتسعدنا كلنا وده ثمر الجهد اللي عمله أكيد اتحاد الجنباز برئاسة الدكتور إهاب أمين ولا الحاول طبعا يكون معانا مدخلات ترجمة نانسي قنقر